سؤال مماثل لكنه بصيغة أخرى يقول المرسل لفسه إذا كان الابن كل سنة يقوم بجمع طلبة حفظة للقرآن من الخلاوي ويلزم كل واحد منهم بختم القرآن عشر مرات ويهبونها إلى أبيه ويقوم بإعطاء كل واحد منهم أجرة على هذا العمل هل هذا العمل جائز ومشروع؟ وهل يصل إلى الميت؟ وهل يعد من بر الولد لوالده؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح الكافي جزاكم الله وخير هذا العمل غير صحيح لأنه لا دليل عليه كما سبق في السؤال الذي قبله في إجابة عن السؤال الذي قبله فإن قراءة القرآن ولو تبرع بها الإنسان وجعل ثوابها للميت فإن هذا غير صحيح ولم يثبت به دليل من السنة أذعبكم الله وأما إذا كان بالأجرة والقاري لا يقرأ إلا من أجل الأجرة فهذا لا ثواب فيه لأن عمل الآخرة والعبادات لا يأخذ عليها الأجر يعني الأجر الدنيوي فإن كان يعملها من أجل الطمع الدنيوي فإنها لا تصح قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتان وفي إليه مع ما لهم فيها وهم فيها لا يقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل فالعبادات لا تعمل من أجل طلب طمع الدنيا وإنما تطلب لأجل ثواب الآخرة وعبادة الله سبحانه وتعالى فهذا العمل الذي يعمله السائل غير صحيح وكان الأولى به والأجدر به إذا كان يريد نفع والد أن يتصدق بهذا المال الذي ينفقه ويؤاجر به المقرئين يتصدق به عن الميت فيكون موافقا لقوله صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية نعم